بنغازي حراك مدني يطل بعد غياب يطالب بالإسعجال في انتخاب مجلس بلدي جديد للمدينة بديلا عن العمداء المكلفين منظمو الحراك الذي أطلقت عليه تسمية بنغازي تحررت وتنتخب أكدوا على شرعية مطالبهم مشيرين إلى أن المدينة ارتضت عمداء بلدية مكلفين كون بنغازي كانت في حالة حرب وطوارئ وفق قولهم أصبح لزاما أن تعود مدينة بنغازي إلى سيادة القانون ودولة المؤسسات وبحسب نشطاء في بنغازي فان المطالبات جاءت بعد استقرار الأوضاع بالمدينة التي يطمح سكانها إلى حرية اختيار من يمثلهم لإدارة المؤسسة الخدمية فيها وصفين قرار الحكومة المؤقتة بتكليف مجلس تسيري لبنغازي بالعبث الارتجالي وعلى النقيد يرى متابعون أن من صالح المدينة الاستمراء على المجالس التسيرية حتى انتهاء الأزمة والانقسام السياسي التي تعيشه البلاد وبحسب مصدر من اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية فإن الوضع الأمني هو العائق الأكبر أمام الاستحقاق الانتخابي في بنغازي ورغم نفي المكتب الإعلامي لرئيس الغرفة الأمنية عبد الرازق النظوري منع إقامة الوقفة المطالبة بانتخاب بلدي المدينة إلا أنه طالب في وقت سابق بمنع عقد أي فعاليات أو تظاهرات في بنغازي دون إذن أمني مسبق وهو ما اعتبره نشطاء تضييقاً للحريات بالمدينة تحديات أمنية وأخرى سياسية قد تصعب من تنفيذ المطالبات بانتخاب مجلس بلدي في بنغازي الأمر الذي يثير التساؤل حول الخيارات المطروحة لخلق أجواء مدنية ديمقراطية وإيجاد مجلس بلدي يقدم خدماته للمواطن بعيداً عن التوجهات والانقسامات السياسية ترجمة نانسي قنقر